رضى الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها ولها أن تحرم وهي حائض لكن لا تطوف حتى تطهر فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف ولا الهرولة في السعي وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرم الجمرة قبل الزحام ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت رخصة وتخفيف وتيسير من الله عز وجل قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر